موسيقى ولماذا نجح المصار الديمقراطي في تونس بينما عانى وتعثر في مصر هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا الجزء من الحلقة الذي ينضم إلينا فيه من إسطنبول الدكتور سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأيضا سيكون معنا عبر الأطمار الصناعية من تونس محمد عمران المدير التنفيذي لمركز دعم للتحاول الديمقراطي وحقوق الإنسان خلينا أبدأ معكم سيد محمد عمران بسؤال حول الأجواء في تونس أين أعلام مصرية ترفرف بالأمس في الاحتفالات بفوز الرئيس الجريد لماذا هذا التباين الكبير في المصارين في مصر أو تونس رغم التشابه في البدايات مساء الخير وسستامر مساء الخير على السيدات المشاهدين أهلا بي أولا لازم نبارك للشعب التونسي ولازم نبارك لهالي الشهداء التونسيين على نجاح المصاري الانتقالي بتاعهم وعلى نجاح الانتخابات البرلمانية والانتخابات التشريعية الحقيقة كل يوم تونس بتثبت أن التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة هي الحل الوحيد لضمانة واستمرار التحول الديمقراطي بشكل سالس لكن دعنا نرجع لسؤال حضرتك فيما يخص تفضلي فان فيما يخص حضرتك التباين بين المصارين الحقيقة أن في عدة عوامل كبيرة جدا ما بين المصارين المصري والتونسي فيه اختلافات في الجانب الثقافي والجانب المجتمعي كمان فيه حاجات محددات محددة كانت موجودة في مصر مش موجودة في تونس زي تواغل السلطة العسكرية في إدارة الدولة ده من زمان تونس حصم أمرها السلطة العسكرية في عدم تدخل السلطة العسكرية في إدارة الدولة الحقيقة كمان ساهم بشكل كبير عدم موجود أقليات دينية في تونس ما كانش كارت بيقدر يتلعب به في الثورة المضادة كمان الحقيقة إن انفتاح المجتمع التونسي من السبعينات والستينات على البحر المتوسط وشمال البحر المتوسط على إيطاليا وعلى فرنسا ده كان برضو مساهم في جزء من تكون الثقافي والمجتمعي في الشعب التونسي بجانب كمان إن جزء كبير من المعارضة التونسية كانت في الخارج خاصة جزء كبير من المعارضة الإسلامية اللي كانت في الخارج وده كمان جعل إن فيه كوادر إسلاميين حتى في داخل تونس عندهم وجهة نظر مختلفة شوية في التعامل ببراجماتية سياسية مع الحالة الثورية التونسية خلينا نروح لدكتور سيف يعني يا دكتور هنقل حقا نفس السؤال في البداية بصيغته العامة لماذا نجح الحراك ولماذا نجحت الثورة في تونس وتعثرت يعني لا نريد أن نقول فشلت في مصر ده السؤال الأول وفي سؤال آخر يتعلق بأنه عندما تحرك المصريون كانوا قد تحركوا لأنهم استلهاموا التجربة التونسية تجربة الثورة التونسية هل المصريون وهم يتابعون الآن ما يحدث في تونس التداول السلس للسلطة الانفتاح الكبير الذي حدث للمجتمع ربما تنتقل هذه الحالة وهذه الرغبة أيضا إلى مصر الأمر المؤكد أن هناك موجة ثانية من الثورات العربية أو الاحتجاجات الشعبية الكبرى هذه الموجة الثانية تأخذ أشكال متعددة وأنا أعتبر أن ما حدث في تونس هو أيضا يشكل إطار مهم في هذه الموجة الثانية أنا أعتقد أن المسألة بترتبط بعدة أمور لو أردنا تفسير الحالة التونسية ونطقاها والقدرة على تخطي التحديات والعثارات التي تواجهها في حال الانتقال الأمر الأول هو الحالة المدنية الحالة المدنية في تونس هي بتعبر عن حالة تفاعل مدني قوي وتفاعل مدني ناضج هذا التفاعل المدني يحتكم في النهاية إلى الانتخابات الحقيقية وهنا أقول الحقيقية وليست الانتخابات الزائفة أو المزورة أو الانتخابات التي تجرى مثلا في مصر في هذا الأمر الأمر الثاني يتعلق بالحالة السياسية الحالة السياسية أيضا رغم أن هناك قدر ما من الاستقطاب لكن هذا القدر من الاستقطاب يدار في إطار شيء مهم جدا وهو يتعلق أن الألية والفيصل الأخير يكون لصندوق الانتخابات وهذا الفيصل عادل ويشكل عملية أساسية في انتقال السلمي للسلطة والتداول السلمي للسلطة الأمر الثالث الحالة الشبابية الحالة الشبابية أيضا حالة ناضجة تعبر عن نضج كبير أنا أظن أن أنماط التصويت في الانتخابات الأخيرة بتعبر عن شيء غاية في الأهمية الرئيس قيس سعيد قيس سعيد يعتبر من المستقدين يعتبر أيضا من الأكاديميين أنا أظن أن هذا الاختيار إنما يعبر عن شيء مهم جدا في هذا الإطار وأظن أن الشباب له أثر كبير في هذا الاختيار خارج إطار الأطب التقليدية من الأعزاب والقوة المجتمعية المختلفة التي تعودنا دائما أن تكون هذه القوة في صدارة المشهد المسألة الأساسية تقول أن هناك استدراك من الحالة التونسية على هذا الأمر الذي يتعلق بالقوة التقليدية والمسألة الأساسية الأمر الرابع هو ما يتعلق بحالة المجتمع المدني حالة المجتمع المدني بتعبر عن حالة ناضدة حالة متفاعلة حالة طبعا المسألة المهمة التي ذكرها الزميل في هذا الإطار هو المسألة التي تتعلق بعسكرة المجتمع في مصر والتي تشكل حالة وحاء الصد لأي عملية انتقال وتحول ديمقراطي إذن هذه الحالة التي تتعلق بالعسكرة عسكرة الدولة والمجتمع وحتى عسكرة الأدوات الديمقراطية إلى الدرجة التي تؤدي إلى منع التظاهر وتجريمه وكل هذه الأمور التي تتعلق بالوسائل الاعتيادية في التعبير عن الرأي أظن أن هذه مسائل غاية في الأهم المسألة الأخيرة التي أجيب بها على نصف السؤال الذي أثرته وهو هل تحاكي التجربة المصرية وقد كانت التجربة التونسية إلهاما للثورة المصرية القضية ليست في مسألة محكاة ولكن المسألة في الظرف الموضوعي والتاريخي الذي يشكل حالة مواتية لهذا التطور الناضج في الحالة التونسية والتعثر الذي نراه في الخبرة والتجربة المصرية على رأس هذا يأتي التدخلات الإقليمية الكبيرة صحيح أن كانت هناك أيضا تدخلات إقليمية في الحالة التونسية ولكنها فشلت فشلا زريعا للتأكيد على أن هذه الحالة الناضجة والحالة الشعبية الواسعة يمكن أن تشكل حالة حصامة للتحول الديمقراطي والانتقال الديمقراطي بيسبن وثلاثة أما الحالة العسكرية وبالإضافة إلى حالة التدخلات الإقليمية بما فيها الكيان الصيوني وأنا أظن أن الكيان الصيوني يتدخل الآن في حماية هذا النظام الذي يعاونه ويساعده وهنا نرى بالفعل مفارقة مهمة جدا في هذا الإطار ما قاله قيس سعيد عن عمليات التطبيع بأنها خيانة عظمة وما يقوم به النظام المصري في اعتبار أمن إسرائيل هو جزء من الأمن القوم المصري طيب خلينا نروح مرة ثانية لأستاذ محمد أمران يقال دايما وحباك برضو أشارت لده في مراخلتك الأولى أن هناك فارق في الوعي أن ربما فارق في معدلات التعليم فارق في انفتاح المجتمع السابق لكن لو وقفنا عند اللحظة بتاعة 2011 من الذي أنجح ثورة 25 نناير هم ملايين المصريين اللي نزلوا في الشارع مين الانتخب ممثلي الثورة في الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية ما هم برضو هذا الشعب اللي كان متطلع إلى التغيير وكان عايز وراغف في التغيير ايه اللي تغير او ايه المشكلة طيب طيب حضاك برضو أنا هرجع للمنعرك بس سريع في مدخلتي الأولى وهو إن الحالة كمان اللي كانت عليها المعارضة التونسية كانت مخليها أكثر انفتاحا وأكثر برجمتيا ودي نقطة مهمة جدا لأن احنا لما حنيجي نستعرض التجربتين حلاقي إن الشعبين خرجوا بصورات الشعبين لجأوا لسندوق الانتخابات لتداول السلمي للسلطة الشعوب ارتدت بنتاج الانتخابات ولكن ما بعد كده إدارة العملات السياسية هي اللي وصلت تونس لعملية ما أطلق عليه التوافق وما نتج عنه إنهم أخذوا جائزة نوبل للسلام الرباعي للحوار الوطني ونتج عنه الانقلاب العسكري في مصر فدي نقطة مهمة جدا يجب أن لا نتغافلها ونحن بنتناقش وبنعمل مراجعات ذاتية ومراجعات نقضية إن إدارة المصاري السياسي نحو التحول الديمقراطي في مصر كان فيه تعنت وكان فيه مشاكل من الأطراف السياسية اللي كانت بتحاول أن هي تدير التحول الديمقراطي في مصر في هذه المرحلة وده ما حصلش في تونس حليل أن تحديدا الطيار الإسلامي قدم تنازلات كبيرة جدا في وقت سياغة الدستور في بعض طلبات كبيرة جدا للمعارضة المدنية من أجل أن يحافظ على استمرار التحول الديمقراطي وسيرورة التحول ناحية الدمقراطية في تونس دي نقطة مهمة جدا ليجب أن نخفلها وإحنا بنتكلم عن الاختلاف بين الحالتين طبعا أنا أطفل تماما مع كل اللي ذكروا الدكتور سيف ولكن كمان لازم نفتكر أن الإرادة الشعبية لوحدها لا تكفي لازم يكون فيه إرادة سياسية كمان موجودة وده الحقيقة كانت في مصر كانت برضو فيها نقص الحقيقة ما قدرش الأطراف السياسية في مصر نوم يخشوا مع بعض في مرحلة توافق بدون أن ما يكون فيه جهة تكون موصوق فيها تكون رعية للحوار ولو حدك تفتكر يا أستمر لما حصل المحاورة للحوار الوطني كان فيه جهتين دعين للحوار وكانت رياسة الجمهورية دعية للحوار وكان القوات المسلحة دعية للحوار آخر وفي الآخر فشل الحوار بعكس تونس وده النقطة المهمة اللي ذكرت الدكتور سيف وهي الحالة المدنية اللي كانت فيها أولا اتحاد العام التونسي للشغل كتنظيم نقابي قوي قدر أنه يكون ممثل للحالة المدنية كان قابل المحامين رغم أنه من قاد إلى هذا المصار هي الأطراف السياسية وهي أطراف ما يسمى بالنخبة السياسية اللي لم تستطع أن تستقرئ المستقبل لم تستطع أن تصل إلى التوافق هي النخبة السياسية وليس الشعب لأنه دائماً بيكون في تحميل مسؤولية أكتر من اللازم للشعب أنه هنا الشعب مختلف عن الشعب صحيح صحيح لكن كمان في حاجة إحنا دائماً بنذكرهاش والإخوة في تونس يعني واخدين بالهم منها شوية أكتر مننا وهي أن إحنا زي ما استفدنا من استلهمنا انسبايرد من تونس في صورة اليناي لكن هم كمان اتعلموا من اللي حصل في 30 يونيو نحقي 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 كمان تعلم متبادل يعني طيب خلينا نروح مرة تانية للدكتور سيف في سؤال برضو مهم يا دكتور بما أننا بنتحدث عن الثورة وعن تقييم التجربتين في بعض الناس يعني أو المراقبين بينتقدوا أن الإغراق ومواصلة الإغراق في ثورة يناير حتى الآن الحديث عن أن هذه الثورة ربما فشلت وتعثرت في صيغ أخرى يجب النظر أمام إليها وعدم الإغراق طوال الوقت في الحديث عن الماضي واستلهام واسترجاع الماضي لأنه مش سهل أن يرجع بنفس الصورة تأدير حضرتك أنا أعتقد أن صورة يناير ليست حدثا ماضيا وصورة يناير ليست تعرية للظهر أو تعرية للكتف أو هي الظهر المكشوف صورة يناير حالة ومنعطف تاريخي غاية في الأهمية في عملية التغيير في مصر ومن ثم هذا الإرهاص الذي يتعلق بالصورة واستمراره ومحاولة استئناف واستثمار زخم الحالة الثورية في مصر في إطار صورة يناير ومبادئها الأساسية عيش كريم حرية أساسية كرامة إنسانية عدلة اجتماعية إنما يشكل رؤية استراتيجية حقيقية فيما يتعلق بهذا الشأن ومن ثم المسألة التي تتعلق بفشل صورة يناير هذه كلمة يجب أن يعاد النظر فيها ويتحفظ عليها ولكن في حقيقة الآن هذه الصورة تستطيع أن تستأنف أشكالها ورأينا ذلك حينما كانت هناك مواجهة في تيران وصنفير في إطار المسألة التي تتعلق بالدفاع عن أراضي الوطن والمسألة التي تتعلق بحراك 20 سبتمبر أيضا الذي شكل أيضا حالة جيدة جدا في مواجهة هذا النظام الفاشي الفاسد الفادر ومن ثم هذه المسألة التي تتعلق بصورة يناير واستئنافها يجب أن لا يرى الأمر على أنه استئناف للصورة بشكل مستنسخ ولكن الأمور والحالة الاستبدادية التي تدافع عن مصالحها وعن كراسيها وعن تمكنها تقوم بأشكال جديدة أيضا في مواجهة هذه الصورة ومحاولة محاصرتها وهذه الاحتجاجات الشعبية ومن ثم وجب على هذا الحراك سواء الثوري أو الشعبي أو السياسي أن يبتكر أدوات في مواجهة هذه الحالة الاستبدادية التي وصلت إلى أقصى سورها وأعلى مراحلها لدى السيسي في إطار خطابه الأخير الذي وجهه بمناسبة أكتوبر أظن أن هذا الخطاب هو تعبير عن حالة إفلاس للنظام وأنه لا يريد أن يتأخر خطوة واحدة في مصلحة المسألة السياسية وإتاحة مجال لهذا العمل السياسي لقد اغتصب السياسة وقتلها هذا هو ما فعله السيسي في حقيقة الأمر وعسكب المجتمع وعسكب الدولة واختطف المؤسسات هذه المسألة إنما تشكل حالة تدافع مهم جدا سنراه في الأيام القادمة وفي الأسابيع القليلة القادمة طيب دكتور سيف حضرت حدثت عن أدوات مواجهة الاستبداد خلينا نروح لأستاذ محمد أمران لأنه السؤال المهم بنقول أن تونس بتنتخب رئيس وبتنتقل هو الرئيس الثالث منذ الثورة بالتزامن وفي نفس الوقت حملة أمنية غير مسبوقة على كل النشطاء وكل المعارضين السياسيين في مصر أي أدوات مواجهة الاستبداد اللي تكلم عنها دكتور سيف في ظل الوضع الإقريمي اللي بيتحدث عنه الضار في الداخل اللي بيتحدث عنه تبدو الأدوات قليلة جدا الحقيقة يعني أنا قبل تلما دخلنا في المنطقة دي في الحوار بتاعنا لازم قبل أي كلام أن أنا أشيد وأدعم النشطاء الحقوقيين والسياسيين داخل جمهورة مصر العربية اللي أعتقد بيمروا بمرحلة من أسوأ مراحل مصري تاريخيا في مواجهة القامع ويعني مرحلة أعتقد مصر يعني فعلا ما استطلقاش مع في أي عهد من العهود سواء في من أول دولة من أول قامة الجمهورية حتى مبارك ما كناش وصلنا يعني حتى في أقام مبارك اللي صرعي للشعب ما كناش وصلنا لهذه المرحلة من التدني ومن القامع ومن عسكارة الدولة ومن غلق المجال السياسي والمجال العام حتى الثقافي والفني بديه وعرض محمد الأدوات ده عمرنا مرحلة دي الأدوات يا أستستامر حاليا محتاجين جدا أولا يكون الحركة المدنية الداخل مصر تكون محتاجة حالة كبيرة للتوافق أن يكون فيه مجتمع مدني قوي قادر أن يكون يسيغ مجموعة من العلاقات الإقليمية والدولية اللي تقدر توري حجم الانتهاكات دي وأن يكون فيه ضغوط بتمارس من الداخل ومن الخارج في وقت واحد على السلطة دي لحل حالتها لأن يجب أن يتم فتح المجال العام في مصر بأي شكل من الأشكال لأن لن يعني أنا شايف أن الموضوع بالغلق ده حيودي لمصار لن يعجب أي الأطراف المتدخلة في العملية السياسية في مصر لا أحد يتمنى ذلك أبداً بشكرك شكراً جزيلاً من تونس محمد عمراني المدير التنفيذي لمركز دعم للتحول الديمقراطي وحق الإنسان أيضاً أشرك موصول الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ الألوم السياسية في جامعة القاهرة شكراً الدكتور شكراً لكم أيضاً أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة غداً بإذن الله حلقة جديدة من بتوقيت مصر أترككم بخير وأنراكم دائماً بخير شكراً لكم